عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في إطار محدود على مساحة 500 فدان بمنطقة شرق العوينات وخلال الاجتماع عرضت وزارة قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر وأكدت الوزارة أن نتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها من خلال تحقيق انتاجية عالية للفدان كما أوصت بالتوسع في التجربة في الموسم القادم من جانبها أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقا مع وزارة قطاع الأعمال العام في إطار التواصل مع مواردي البذور وأجهزة الحصاد اللازمة ودراسة البدائل المقترحة لتنفيذ التجربة بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وزارة الزراعة في العمل على إجراء التحليل اللازمة للتربة والمياه والمناخ للوصول إلى الخيار الأفضل ترجمة نانسي قنقر